عامل الريسس هو عبارة عن نوع من مولدات الالتصاق بيكون موجود برضو على سطح كرات الدم الحمرة وبيكون موجود عند معظم البشر مش كل البشر بحيث ان 85% من البشر دمهم بيكون فيه مولدات التصاق عامل الريسس فبنرمز لهم بالرمز RH موجب اللي هو RH positive والنسبة اللي قال لي اللي هي 15% من البشر لا يحتوي دمهم على مولدات التصاق عامل الريسس فبنرمز لهم بالرمز RH negative أو RH سالب يعني دلوقتي لما أقول لك فصيلة A positive بيكون فيها كام نوع من مولدات الالتصاق طالما فصيلة A يبقى كده فيها مولد التصاق A وبوزيتف يعني RH موجب يعني كده فيها مولد عامل الريسس طيب لو فصيلة O negative فيها كام نوع من مولدات الالتصاق الفصيلة O مش بتحتوي على أي مولدات الالتصاق من ال-A أو ال-B وطالما negative يعني كده RH سالب يعني مش بتحتوي على ال-RH وبالتالي O negative لا تحتوي على أي نوع من مولدات الالتصاق ولا حتى RH وكمان كده بنستنتج أن أكتر فصيلة فيها أنواع مولدات الالتصاق هي AB positive لأن معنى أن هي AB يعني كده فيها مولدات الالتصاق A ومولدات الالتصاق B وطالما positive يعني كده ال-RH positive يبقى كده AB positive فيها مولدات A وB وRH طيب دلوقتي لو هنرمز لمولد الالتصاق A بالمسلس ومولد الالتصاق B بالمربع وال-RH بالدايرة يبقى كده الفصيلة اللي قدامنا دي ايه؟ كده الفصيلة دي فيها المسلس يعني مولد الالتصاق A ومربع يعني مولد الالتصاق B وكمان دايرة يعني كده RH positive يبقى كده الفصيلة دي AB positive طيب الفصيلة دي دي كده فيها مولد A ومولد B بس يبقى كده الفصيلة دي AB negative لأنه ما فهاش ال-RH طيب الفصيلة دي الفصيلة دي كده فيها مولد A ومولد ال-RH يبقى كده الفصيلة دي هي A positive طيب الفصيلة دي كده ايه؟ دي فيها مولد الالتصاق B بس ولا فيها ال-A ولا فيها ال-RH يبقى كده الفصيلة دي B negative طيب الفصيلة دي الفصيلة دي ما فهاش غير مولد الالتصاق ال-RH ومش فيها ولا مولد A ولا مولد B يبقى كده الفصيلة دي O positive طيب الفصيلة دي الفصيلة دي كده ما فهاش ولا مولد الالتصاق ولا A ولا B ولا ال-RH يبقى كده الفصيلة دي O negative عامل ال-Rhesus اتسمى بالاسم ده لان تم اكتشافه 1940 اول مرة في سلالة من القرود اسمها Rhesus وبعد كده تم اكتشافها في البشر اللي بيتحكم في ورصة عامل ال-Rhesus هو 3 ازواج من الجينات يعني 6 جينات ولازم يورسهم الفرد كلهم يعني الحالة دي ما سمهاش تعدد بدائل زي فصائل الدم في فصائل الدم لما قلنا احنا عندنا A وB وO الفرد بياخد اتنين منهم بس يعني بيورس اتنين منهم بس الحالة دي اسمها تعدد البدائل لان احنا معانا 3 بدائل والفرد بيورس اتنين بس لكن عامل ال-Rhesus بتتحكم في ورصتها 3 ازواج للجينات والفرد لازم وحتميا يورسهم كلهم مش بدائل بياخد منهم اتنين بس لا ده لازم يورسهم كلهم 3 ازواج من الجينات بيتم حملهم على زوج واحد من الكروموسومات واحنا قلنا 3 ازواج من الجينات يعني 6 جينات يعني مثلا A وB وC وD وE وF الجينات دي ممكن تكون موجودة بشكل سائد فبنرمز ليهم بالحروف الكابتل وممكن تكون موجودة في صورة متنحية فبنرمز ليهم بالحروف السمول يعني كده احنا معانا كل من ال-A وال-B وال-C وال-D وال-E وال-F دي كلها حروف كابتل يعني كده جينات سائدة طيب قصادها بيكون في A وB وC وD وE وF بحروف سمول يعني كده كلها جينات متنحية الشخص اللي بيكون RH positive هو اللي بيحتوي على اي جين سائد يعني لو فيه جين واحد بس سائد يبقى RH positive انما علشان يبقى RH negative لازم يحتوي على 6 جينات متنحية يعني لازم ال6 جينات يكونوا في صورة متنحية لو فيه واحد منهم بس سائد في الحالة دي الشخص هيكون RH positive طيب دلوقتي على سبيل المثال لما جيب لك تتابع جينات عامل الريسس على جزء من كرموسوم 3 أشخاص مثلا مريم وناديا وكريم مريم عندها A capital وD small وE capital وناديا عندها A small وD small وE small وكريم عنده A small وD capital وE small واسألك وقول لك مين من الثلاث أشخاص ما عندوش على سطح خلايا دم و الحمرة مولدات عامل الريسس الحل هيكون كالأتي احنا قلنا علشان مولد عامل الريسس ما يكونش موجود لازم الجينات تكون متنحية ولو فيه واحد بس واحد بس سائد يبقى الشخص ده عنده RH positive وبالتالي كده مريم عندها A capital وE capital كمان تبقى كده RH positive وكريم عنده D capital يبقى كده هو كمان RH positive إنما نديا كل اللي عندها سواء كان A أو D أو E كلهم سمون فتبقى كده جينات متنحية وتبقى كده هي الوحيدة اللي ما عندهاش مولدات التصاق عامل الريسس وتبقى RH negative لإن كل الجينات اللي عندها متنحية دراسة الRH بتفيدنا في عمليات نقل الدم لإن السالب ده بيكون معطي عام إنما الموجب ما بيديش غير موجب بس وإحنا عرفنا قبل كده أثناء دراسة فصال الدم إن الأو بيكون معطي عام والA B بيكون مستقبل عام والA بيدي نفسه وبيدي A B وما ياخدش غير من نفسه ومن O والB يدي نفسه ويدي A B وما ياخدش غير من نفسه ومن O والA B بياخد من كله وما يديش غير نفسه بس نزود عليهم بقى بعد كده الRH يعني لو في فصيلة O negative الفصيلة O negative دي بتكون معطي بشكل عام يعني بتدي كل من A positive وA negative وبتدي كمان B positive وB negative وبتدي كمان A B positive وAB negative وكمان بتدي الO negative والO positive إنما لو فصيلة O positive يعني الRH بيكون فيها positive الفصيلة الO positive مش بتدي غير كل يعني بتدي A positive وB positive وAB positive وO positive وما بتديش اي فصيلة negative يعني احنا كده بنستنتق قعدة مهمة وهي ان السالب بيعطي الموجب وليس العكس طيب بالنسبة لدور عامل الريسس في الحمل والولادة دلوقتي تحليل الRH بقى مهمة قبل الجواز يعني انت لما تيجي تختار عروستك اعمل لها الاول تحليل الRH علشان خاطر اولادكم لو العروسة RH positive مفيش مشكلة إنما لو هي RH negative وانت RH positive من هنا الدنيا مش بتبقى لطيفة لو الأب RH positive والأم RH positive الاولاد هيطلعوا RH positive زي الأم وما فيش اي خطر عليهم طيب لو الأب RH negative والأم RH negative الأولاد هيبقوا كده RH negative زي الأم برضو مفيش برضو خطر عليهم طيب الحالة الثالثة لو الأب RH negative والأم RH positive الأولاد هيبقوا RH positive زي الأم وبرضو مش هيبقى فيه خطر على الأولاد إنما لو الأب RH positive والأم RH negative الطفل الأول أكيد هيكون RH positive لأنه على الأقل هيورس جين واحد ساعد من الأب أثناء ولادة الطفل الأول دم الطفل الأول اللي بيكون فيه RH positive بيختلط بدم الأم اللي بيكون فيه RH negative فبيبقى بالنسبة لدمها مولد التصاق ال-RH جسم غريب فيبدأ يتكون أجسام مضادة في دم الأم ضد مين ضد ال-RH الطفل الأول بيتولد بسلاء ولكن في الطفل الثاني أثناء الحمل الثاني مع انتقال الدم من الأم إلى الطفل الثاني اللي هيكون برضو RH positive هيتنقله كمان أجسام مضادة لل-RH اللي كانت موجودة في جسم الأم الأجسام المضادة اللي هتتنقل مع دم الأم هتكسر دم الطفل الثاني وتسبب له أنمية حدة ويموت فالحل في الحالة دي هو بعد ولادة الطفل الأول وقبل مرور 72 ساعة من الولادة الأم لازم تاخد مصل يكسر كل ال-RH الموجب اللي انتقلها عن طريق دم الطفل الأول لازم المصل ده يكون بعد الولادة مباشرة وقبل مرور 72 ساعة علشان جسم الأم ما يكونش لحق يكون أجسام مضادة والمصل ده الأم بتاخده بعد كل ولادة لها ترجمة نانسي قنقر